طبعا يكتمل الجمال في جبال أجا بمحمية ومنتجة حير عقدة كوجهة سياحية أولى للعائلات وتضم أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور الجميلة وفعاليات مخصصة للأطفال لتفاصيل أكثر رح نروح لزميلنا عبدالعزيز الغرير من هناك عبدالعزيز مسك الله بالخير ايش الصورة اللي عندك اليوم وحب تنقلها لسادة المشاهدين الله أعطيك العافية محمد أمسي عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام مشاهدي برنامج ديرتنا طبعا أتواجدنا الآن محمد في منتجة ومحمية حير عقدة في قرية عقدة السياحية طبعا هذه القرية الجميلة والذي يوجد فيها هذا الحير والمنتجة والذي يضم مثل ما ذكرت في مقدمتك العديد حقيقة من الأماكن المخصصة للأطفال وأيضا للعوائل وأيضا يوجد فيه محمية للطيور لعدد من الطيور بالإضافة إلى أنه مقصد حقيقة سياحي في منطقة حائل ولأهالي منطقة حائل والحديث أكثر حول هذا المنتجع وما يقام فيه أيضا خصوصا أننا في فترة الصيف من الفعاليات يسعدني أن أستضيف معي الأخ حماد أمساوي وهو صاحب هذا المنتجع والحير أمسي عليك بالخير أخوي حماد نرحب بك معنا في برنامج ديرتنا بداية يعني دعنا نتحدث عن حير عقدة أو منتجع ومحمية حير عقدة متى بدت فكرة إنشاؤه وماذا يحتوي ويضم في جنباته؟ يا هلا حياكم الله أول شيء حير عقدة عبارة عن دعنا نعرفه بالاسم لأن بعض الناس لا يعرف الاسم هي عبارة عن الاسم عبارة عن المزرعة الصغيرة والحير طبعا ترفيه يضم محمية الطيور وحيوانات ومسرح للطفل وطبعا فيه فعاليات كثيرة للأطفال وللعوائل طيب إذا إذا تحدثنا أيضا عن الفعاليات اللي تقيمونها خصوصا في فترة الصيف الآن وش الفعاليات اللي تقيمونها بالإضافة إلى وجود أماكن يعني للعوائل وجلسات والله حنا الفعاليات مستمرة على مدى العام طبعا بالصيف وغير الصيف والفعاليات على المسرح كل فترة وفترة النزل فعاليات يعني متغيرة وكثيرة متنوعة طيب كيف قبال الزوار عليكم يعني في فترة الصيف ومن أهالي حائل ومن الأطفال والله بفضل الله يعني عندنا حنا قبال كثير وبالنسبة للعائلة كاملة يعني الطفل ينبسط والصغير والكبير متنوعة جميل 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 أيضا يعني يوجد هل هناك زيارات أيضا من خصوصا من منطقة حائلة يعني سياحية وفيها أيضا تاريخ أنا شاهدت قبل قليل يعني أيضا هناك أجانب يأتوني لهذا المكان صحيح فيه طبعا من داخل حائل نسبة الزوار بفضل الله يعني يتعدوا 150 ألف زائر ومن بر المنطقة ومن خارج برضوها السعودية فيه زوار اللي يجون من خارج السعودية خاصة حائل أثرية فيزورون بشكل مستمر شكرا لك أخي حمد أطيك العافية شكرا لك إذن محمد مثل ما شاهد كان هذا حديث حمد مساوي تحدث عن هذا المنتجة والمحمية محمد طبعا إمكان أنت الآن يعني خلفي ليس هناك عدد من الزوار خصوصا يعني أنه بعد صلاة العصر تكون الأجواء يعني حارة نوعا ما يبدأ التوافد يعني من العوائل ومن الزوار والأطفال غالبا يعني من بعد الساعة السادسة مساء نظرا يعني لأن في هذا الوقت تكون الأجواء لطيفة للاستمتاع بمنتجع وحير عقدة في قرية عقدة السياحية بمنطقة حائل كان هذا كل ما لديه محمد إليك الصوت والصورة شكرا عبد العزيز الشكر منصول أيضا لضيفك الكريم